اشتركوا في القناة خطية الغضب غير مقبولة قدام ربنا مارس حق السورياني يقول وإن أقام الغضوب أمواتاً فهو غير مقبولاً عند الله طاقة الغضب موجودة جوانا جوه كل البشر ممكن تكون صالحة وممكن تستخدم في الخطية قديس غسطينوس يقول إيه؟ يقول الغضب متى استثير في الوقت المناسب وبأسلوب لائق ينتج شجاعة وصبراً وضبطاً للنفس أما إذا استخدم للسبب غير لائق فيصبح الغضب حماقة عشان كده إحنا عندنا الغضب ده ممكن يكون حل وممكن يكون وحش لكن أنا أتكلم معاكم النهاردة على الغضب الوحش إزاي نعالجه؟ ولو بيتعامل معايا واحد غضوب أعمل معا إيه؟ أول حاجة أعالج الغضب إزاي لو قلت كنت أنا إنسان بغضب بسرعة أحكي لكم قصة في الأول تحكي عن راهب كان بيغضب كتير من إخواته وكل ما يقف يصلي يلاقي خطية الغضب وإدانته لإخواته تتيجي على دماغه ففكر قال أنا لو طلعت للوحدة هبعد عن خطية الغضب وفعلا طلع خد ألايا في مكان بعيد بعيد عن كل الناس ما يقابلش حد وأول ليلة ليه هناك راح ملأ قول ليحطها يشرب منها ميا فبعد شوية تكسرت فرح جاب واحدة تانية ملاها وحطها فبرده جات وتكسرت وبعدين جاب واحدة تالتة فوقعت اتدلقت فرح مسكها وكسرها بنفسه وبعديها فقل نفسه قال أن الغضب ده خطية موجودة جوايا مش متوقف على تعاملي مع الناس لأن احنا كتير نظن أن الناس هم لسبب خطية الغضب فينا ولكن يكون الغضب ده نابع من جوانا عشان كده لو كنت غضوب هقولك شوية حاجات أول حاجة افتكر باستمرار اللي جي في أفاسوس 4 والكنيسة بتحطها كل يوم في صلاة باكر تقول إيه أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكه بكل تواضع القلب والوداعة وطول الأنا محتملين بعضكم بعضا بالمحبة يبقى محتاجين نكتسب فضايل تواضع وداعة احتمال لو بتغضب من حد معين بصورة مستمرة حاول تصفي قلبك من ناحيته يعني ممكن تروح وتتعاتب معايا ممكن تخلص القصة اللي بتقرقك وتسبب لك الغضب كل ما تتكلم معايا أحيانا يكون الغضب نتيجة إرهاق شديد فأما تكون مرهق وتعبان ابعد أنك تتكلم مع الناس خاصة في الموضوعات المستسئلة اللي بتصيرك يعني حاجة كمان بتقعنا في الغضب ولازم ناخد بالنا منها أن احنا بنتوقع كتير من اللي حوالينا كل ما التوقعاتك تكون أقل كل ما أنت ترتاح من جهة الغضب درب نفسك أنك ما تدخلش فيه ما لا يعنيك يبعد عنك الغضب إن غضبت ما تتركش نفسك للغضب بوقت طويل لكن حاول أنك تعتذر وتصلح اللي أغضبت اللي أنت عملته نتيجة الغضب بسرعة هقول لكم كيف أعامل الغضوب اوعى تقف وش الغضوب زي ما فعل يعقوب قصد عيسو وهرب منه لما كان غضبا منه فأشعية يقول اختبق له حايزة حتى يعبر الغضب ما تبصش للغضوب اللي بيغضب عليك أنه عدوك لكن أنه أخي ليك حاول تفهمه فكر في نفسك أنه ممكن تكون أنت المخطئ وأنت اللي سببت له هذا الغضب تذكر أن النار لا تطفئ النار لكن النار تطفيها المية وفي أمثال 15 يقول الجواب اللي أن يصرف الغضب لربنا المجد دائماً أبداً أمين